زنوبيا ملكة تدمر التي غزت مصر ورحلت في ظروف غامضة هي واحدة من ملكات الشرق القديم التي احتار علماء التاريخ في وصفها فهي ملكة تدمر التي استطاعت أن تنقلب على واحدة من أعظم الامبراطوريات وهي الامبراطورية الرومانية تخوض حربا وتغزو أراض تابعة لها وتخضعها تحت سلطتها وتعلن امبراطوريتها في قوة وعليا القصة تحدث خلال القرن الثالث الميلادي والبداية مع الأصل الذي ترجع له زنوبيا فاختلف المؤرخون حول السلالة التي تنحدر منها منهم من رأى أن لها أصولا عربية فاعتبرها المؤرخ الطري من عماليق العربة بينما اعتقد آخرون أنها تنتمي للبطالمة وكان الحديث عن قرابة ونسب تجمع والدتها بكلبترا وأنها ولدت في الإسكندرية وتلقت علوم اللغة وتاريخ الإغريق بها في حين أكد مؤرخون أنها من أصول عائلة مرموقة قطنت مدينة تدمر السورية اسم زنوبيا باللغة الآرامية هو باي زباي وكان يعني في جزئه الأول عند الرومان قوة المشتري وفي اليونانية عرفت باسم سبتيما زنوبيا عاشت سنواتها في مدينة تدمر الأثرية الواقع الآن بمحافظة حمص في سوريا ولها اسم آخر باللاتينية هو بالميرا وعليها أقامت زنوبيا مملكتها ثارت ضد الحكم الروماني تحمل هذه المدينة واحدة من أهم معالم التاريخ وتكتسب أهمية كبيرة كانت لمدينة تدمر موقع تجاري مميز في العالم القديم وكانت مطمع لكثيرين فوقعت تحت حكم الرومان في القرن الأول بعد الميلاد كانت مركز تجاري مهم لهم ومدينة لها موقع استراتيجي بين بقية ممتلكات الأمبراطورية الرومانية ظلت على هذه الحال حتى عصر الملك أذينة الذي تمكن من صد هجمات الأمبراطور الساساني سابور الأول عام 260 للميلاد حتى خلفته زنوبيا في الحكم وكان لها مخطط مغاير لهذه المدينة كانت زنوبيا لها رؤية وصاحبة حضور قوي وشخصية طاغية لها سلطانها وصفها أحد المؤرخين في كتاب الحدود الشرقية الرومانية والحروب الفارسية بأن لوجهها لون داكن وكانت عيناها سوداء وقوية بما يفوق العتاد ولها روح وحضور عظيم يشبه الآلهة وكان جمالها لا يصدق وأسنانها شديدة البياض لدرجة أن كثيرين اعتقدوا أنها لآله وكان صوتها واضحا قويا كالرجال وعندما تستدعي الضرورة تتصرف كطاغية وفي وقت الرأفة يحرك إحساسها بالحق كان والد زنوبيا هو زباي قائد ورئيس الفرسان تعلق بها سبتيموس أذينة الذي كان له شخصية فارس قوي وعرف عنه شجاعته بينما زنوبيا تحمل الكثير من رجاحة العقل وشدة الجمال وبالفعل تزوجها ثم مرت مملكة تدمر بكثير من الوقاع السياسية والحروب التي مكنته في النهاية من أن يتولى حكمها ويدافع عن مملكته ببسالة أمام جيوش الفرس مما جعل الامبراطورية الرومانية تعترف به شريكا في الحكم لم يتم التأكد من العام الذي أصبح فيه أذينة حاكما على تدمر ويقال ما بين مئتان وستون ومئتان وثلاثة وستون للميلاد وكان زواجه من زنوبيا التي لم تخفي يوما رغبتها في أن تكونه ملكة على الامبراطورية قد أسفر زواجهم عن ثلاثة أبناء هم وهبلات وتيم الله وحيران وكانت تهدف أن تقود يوما الامبراطورية الرومانية في أحد الأيام وفي أثناء توسعات أذينة داخل حمص قام عليه متمردون أنه حياته وتولى ابن أخيه معني الحكم لكنه لم يلقى القبول وتم الإنقلاب عليه وأصبح الابن وهبلات هو الملك القاصر الذي تتولى وصايته والدته زنوبيا فكانت في الحاكم الفعلي مع حلول عام مئتان وسبعة وستون للميلاد بدأ أن الحلم الذي سعت له زنوبيا يتحقق لها الآن وبدأت مع توليها للعرش تتخذ القرارات والإجراءات التي تحقق لها ما تمنته فبدأت في إحكام السيطرة على المقاطعات المحيطة بها من الأناظرول وباقي مناطق سوريا ثم توجهت نحو آسيا الصغرى ومنها إلى مصر حيث فرضت سيطرتها على مدينة الإسكندرية في عام مئتان وسبعون وحينها أدركت روما التي كانت تمر بظروف سياسية واقتصادية أضعفت من قوتها خطورة ما تقوم به زنوبيا كانت مصر بالنسبة للإمبراطورية الرومانية مصدر للأمن الغذائي وهو ما جعلها أن زوال سيطرتها عليها يعني وقوعها في مجاعة وفقدان لواحدة من أهم الأراضي الاستراتيجية بعد أن قادت زنوبيا جيوشها نحوها بدعوى إعادتها لحكم روما ولكنها تركت ابنها حاكما للإسكندرية توسعت في حكمها بعد أن قتلت هيراكليون قائد القصر في بيزنطة كانت تحمل كثير من صفات القوة والجلد والبأس الشديد وتعرف الإصرار كأنها جاءت لتجسده فيقال إنها تولت الحكم بعمر الرابعة عشر عاما استطاعت أن تترك آثارا ومعمار له روح رومانية يشهد على عصرها وفترة حكمها وتم منحها ألقاب الملك المحاربة وملكة ملوك الشرق فقد كانت تقود الجيوش بنفسها مرتدي خوذة أبولو وتستقبل الوفود وعلى رأسها العمامة الكسروية فكان لحضورها مهابة وإجلال وفي محاولاتها لتثبيت حكمها وإظهار جان بن الولاء للإمبراطورية الرومانية اتقاء للصراعات أصدر الزنوبيا عملة معدنية تحمل صورة ابنها وهب الله على وجه وعلى الوجه الآخر صورة الإمبراطور أورليانوس حتى تكون أيضا هذه العملة طريقة لتمييز مملكة تدمر مع بدء الإمبراطورية الرومانية في الخوف من توسع نفوذ زنوبيا جاء الوقت كي تتصدى لها فتم إرسال جيش قوي بقيادة الإمبراطور أورليانوس نفسه وتدور معركة بينه وجيش مملكة تدمر حتى وصل إلى إنطاكيا حيث هزمها فاضطرت للتقهقر والرجوع إلى حيث تدمر هناك تم حصارها بينما ظلت هي تدافع عن المدينة حتى وقعت في الأسر واصبحت إصطحبها أورليانوس إلى روما ودخلتها أسيرة ولكن تم معاملتها بكثير من التقدير ويقال إنها أمضت بها قليل من الوقت حتى رحلت في عام 2003 في ظروف غامضة وما بين قائل بانتحارها ومعتقد بإعدامها أو مصدق لزواجها بسيناتور ألماني واختفائها عن الأنظار تظل تلك حقيقة غافلة عن الجميع ولكن الثابت أنها امرأة قوية استطاعت أن تواجه الجيوش والأعداء وأن تصنع مجدها بدكائها وهو ما زالت نقوش المعابد والآثار في حمص بسوريا تشهد به وتحكي عنه